وعلى همش أعمال القمة العربية الإسلامية بالرياض التقى السيد رئيس عبد الفتح السيسي أيضا الرئيس الإيرتري أسياس أفوركيو ووضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي فضلا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إيرتريا في شتى المجالات مضيفا أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال وأمن البحر الأحمر حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة